اليوم بتواصل الدولة المصرية من خلال كافة الاجهزة المعنية بدءا من رئيس الدولة وصولا الى اصغر موظف في الادارة المحلية الجميع بيعزف لحنا مشتركا لحنا واحدا هو مصلحة الوطن مصلحة المواطن في ظل ازمة دولية عالمية كوكبية طاحنة تسمى ازمة كورونا حول هذه الازمة ومع هذه الازمة نحاول ان نتلمس الطريق نحاول ان نغزو اماكن ومناطق كانت نائية عن افعالنا وعن اعمالنا للوصول الى علاج للوصول الى خطة ناجعة بنتحوط فيها من نشر او انتشار هذا الوباء الى هذه اللحظة الى الان الى هذا اليوم الى هذا التاريخ مصر من افضل دول العالم في المواجهة في المجابهة في العمل في التخطيط حتى في تداعيات الازمة على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد العمالة ليس فقط مجابهة الازمة ليس فقط مجابهة عن طريق الاطباء والحكماء والمنظومة الطبية ليس فقط عن طريق تخصيص الاموال وانما هناك ادارة شاملة لاول مرة لاول مرة في تاريخ الحكومات المصرية نجد هذه الادارات المتكاملة المتناغمة التي تعمل بشكل علمي بشكل اداري غير مسبوق لتحقق في النهاية صورة هذه الصورة بنعتز بها الى هذه اللحظة وان شاء الله ربنا يسلم لكن القادم صعب صعب بمعنى انه الناس عليها دور كبير صعب انه كل الاجراءات اللي اتخذتها الدولة حتى الان كل الاجراءات اللي اتخذتها الحكومة حتى الان كل ما جرى مرهون نجاحه بفهم وتفاعل المواطن كل المواطنين دون استثناء لا يمكن انه يكون هناك نجاح لفصيل او لجهة او لمؤسسة دون باقي الجهات وخاصة القطاع العريض اللي هو القطاع المجتمعي المواطن في كل مكان الدولة لم تتوقف من رأس الدولة كما قلت حتى اصغر موظف في اي ادارة محلية